اشتركوا في القناة الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة ذكر الطفوف ويوم عاشراء ذكر الطفوف ويوم عاشراء من عاجفون يلذة الإغفاء وتذكري رزء الحسين بكربلا أغراد جموع العين بالإجراء لم أنسه لما أسر من يثرب بعصابة من رهطه الخلصائي حتى أتى البيت الحرام ملبيا أغراد والقلب والقلب في هم وفرطي عنائي فقضى مناسك حجه ثم انثنى فقضى مناسك حجه ثم انثنى يبغي العراق برهطه النجباء هو إله إذ وقف الجواد ولم يسر الحسين بدل سبعة أفراس الجواد ما يتحرك وين وقف الجواد وقف في الموضع الذي صرع فيه الجواد الجواد وقف في موضع صعد الشمر على صدر الحسين فيه وإله وإله إذ وقف الجواد ولم يسر جواد فغدا يقول لصحبه النجباء يا قوم اسم الأرض قالوا نينوا قالوا ضحوا عنها بغير خفائي قالوا تسمى كربلا فتنفس الصعداء وقال هنا حلول فنائح حط الرحال فذا محاط رحالنا وبهذه والله سبيوا نساء وبهذه الأطفال تذبحوا النساء تعلوا على قتب بغير وطاء انشاء انشاء هاذي كربلا بشرب بلاي يلا صوتك ويالحسين ها بداية الغربة اول خوف زينب اول رعب زينب انشاء هاذي كربلا بشرب بلاية ونزلوا وترى لاحات علامات المناية لازم بجانب هالنهار نقضي ضماية واجسادنا تبقى علي الغبر السليب الآخر يستعجل الخبر لانه اول ما نزل اول ما نزل الحسين غصت كربلا بالجيش والرجال والعساكر يقول شافت العسكر واصبح زينب حزين ونادت على العباس على العباس يا حام الضعي بعضكم ما قاعد يشارك ليش شافت العسكر واصبحت زينب حزين ونادت ونادت على العباس يا حام الضعي شور على الوالي يرد بين المدينة قبل المسى يمسي وقبلي يهو دل يقولها العباس شلون نشير على الحسين ان يرجعها يقولها شلون نجد الدم على المظلوم بالشاء والارض هذه كربلة والشهار عاشوا فوزوا سعادة ومرجلة ونور علان إنا لله وإنا إليه راجعون ورد في زيارة ناحية المقدسة كنت لله طائعا ولجدك محمد صلى الله عليه وآله تابعا ولقول أبيك سامعا وإلى وصية أخيك مسارعا ولعماد الدين رافعا وللطغيان قامعا وللطغاة مقارعة أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا ويمن علينا بالخير والرضا ويعجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد النص النص الشريف فيه تقرير مهم جدا في الباب الاعتقادي وهو كون الإمام الحسين عليه السلام تابع إلى منظومة منظومة إلهية تابع لله عز وجل الطاع لله عز وجل واتبع لجده صلى الله عليه وآله وصل بأبيه أمير المؤمنين عليه السلام والحسن يعني شنو هذا الكلام معناته أن الإمام صاحب الأمر في هذه الفقرة يقرر أن الإمامة وهذا صلب اعتقادنا وسبب المشكلة في ضياع بعض الأمور وعدم وضوحة عند الآخرين أن الإمامة امتداد للنبوة أي واحد ما يفهم هذه القضية لا راح يفهم نصوص الزيارات ولا يفهم حركة الإمام الحسين عليه السلام ولا يفهم فقه الطف وعاشراء وما يترتب عليه من لوازن عقائدية وفكرية وتربوية وما إلى ذلك من البحوث فالإمامة الحسين عليه السلام ضمن سلسلة ورث من جده صلى الله عليه وآله وجده صلى الله عليه وآله هو مجمع العدد ومجمع الوراثة وراثة الأنبياء كلهم لهذا انتقلت للحسين عليه السلام هذه الوراثة وأخذ عن أمير المؤمنين عليه السلام لهذا يقول أريد أن أسير بسيرة جدي وأبي علي وأخذ من أمه فاطمة سلام الله عليها وأخذ من الإمام الحسن فهو ما أخذ من الأسرة كل واحد من الأسرة له صلة بسيد الشهداء ويمر هذه الإمامة تمر عبر هؤلاء الحجج الطاهرين لهذا يخطئ من يعتبر اللي ثقافة ضحلة اللي يعتبر أن حركة الحسين عليه السلام حركة طارئة ونضطر إحنا نبررها ونجيب لها أدلة من سيرة النبي وكذا الحسين ما يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى دليل ولكن المحيط له أثر لما يعيش واحد في بيئة بعيدة عن بيئة أهل البيت عليهم السلام يشوف حتى تصرفاتنا وشنو هذا الشي سوون ليش يبتون لماذا البكاء ليش يقدسون الحسين ليش يقدسون التربة الحسينية الآن تعال أنت هذه القضايا يعني أكو قضايا إحنا قد نختلف في تقييمها أفرض ليش اللطمون ليش هذه الشعيرة الفلانية ليش كذا إلى آخره لكن دعك من هذه القضايا الفرعية خليك في الأصول في الأمور المهمة إذا تتمسك بالأمور المهمة وتأخذها من منابعها تنحل عندك الإشكالات هذه البسيطة ليش يلطمون وليش ما دريش يسوون وإلى آخره زين شنو القضية المهمة أن تعال أنت شوف مصادرك أكوبون شاسع بين الواقع العملي اليوم اللي عيش المسلمين وبين المصادر الكتب المصادر تقول أن النبي بكى على الحسين سلام الله عليه هذا البيهق يروي يعتبره من دلائل النبوة يعني من معاجز النبي أنه حدث بمقتل الحسين أحمد بن حنبل في المسند يروي حديث القارورة وأم سلمة بالتفصيل وأن النبي مو فقط بكى على الحسين بل انتحب نحيب انتحاب طلع صوته بالبكاء حتى التربة الحسينية تجدها في مصادر أهل السنة حتى التربة الحسينية لكن لضحالة الثقافة أنا يعني أو تعصب بعضهم تعصب واضح الآن في سير أعلام الحسين الأعلام النبلاء للذهبي يروي أن جبرائيل جاء للنبي هذه تستغرب منها يعني كيف يرون مثل هذه القضية؟ أن جبرائيل جاء للنبي بتربة الحسين عليه السلام فأعطاه تربة الحسين حمراء يقول النص النص في المتن يقول فأخذ رسول الله يقبلها طبعا هذا المحقق ما بي أجيب أسماء وأذكر أسماء الآن بس المحقق في الطبع الكذائية انبدلها يقبلها شنو مسويها يقلبها شوف تبديل شون تحريف وكاتب يعني عند أمانة زين يعني من طياح الحاض كاتب تحت بالحاشية شنو كاتب يقول كانت في الأصل يقبلها وهو غلط هو مقرر ليش؟ حاجز بينه وبين الواقع أكو حاجز زين؟ وإلا أنت مسلم تشهد الشهادتين أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله طبيعي تحزن على الإمام الحسين بعدين يتعزز هذا الشعور يتعزز في أن تسمع النبي بكى عليه وإحنا هذا هو الدافع الأول ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذا العلا لو رسول الله خالي يسمع المسلم هذا لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاق لو النبي يحيى ليش؟ لأن وارثه هذه أبعاد الوراثة في الحسين أبعاد عظيمة الآن ما أريد أن عندي مطالب مهمة الليلة ما أريد أطول في المقدمة جاءت فاطمة عليها السلام بالحسن والحسين إلى النبي في شكواه الذي قبض فيه هذا الحديث ما أبي أنا أطول في ذكر مصادر السنية أنت تقدر الآن تخلي في محرك البحث وتشوف المصادر الكثيرة السنية والشيعية التي روته زين؟ وقالت أبا يا رسول الله هذان ابناك شوف الآن أنا هذا هذان ابناك في حكي طويل خلي هذا يجي يجي على يوم نتكلم فيه هذان ابناك فورثهما حين النبي على فراش المرض وفاطمة جايب السلام الله عليه الحسن والحسين تقول له ورثهم كل واحد أعطي شيء فقال أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي وأما الحسين فإن له جرأتي وجودي هذه عطايا ربانية عطايا إلهية الآن نجي نتكلم عنها شوفوا إذا بنحلل إحنا شخصية أي إنسان وشخصية الحسين عليه السلام كذلك كل إنسان يتأثر بمثلث يأثر فيه هذا المثلث الوراثة التربية المحيط هذا المثلث بالنسبة للحسين ثلاثة الأضلاع مرتبطة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله هم وراثه وهم تربية في الأيام الأولى من سنة حياته عليه السلام وأيضا محيط كان يعيش محيط الوحي ومحيط جبرائيل قلنا لك البارحة وأولة البارحة أشرنا إلى هذا المحيط الطيب الطاهر النقي الذي كان يعيش فيه الإمام الحسين عليه السلام عن فاس الوحي وكذا وكل إنسان هكذا لأن العلماء يختلفون في المؤثر الأصلي في صياغة شخصية الإنسان ما الذي يصغ الإنسان؟ بعضهم قالوا الوراثة فقط بعضهم قالوا لا مولوا الوراثة التربية فقط حتى عالم فرنسي يقول له أجيب لي أولاد 12 طفل تخليهم عندي واتهيئ لي ما أطلب من المستلزمات أنا أتحكم في ميولهم وحياتهم وصياغة شخصياتهم وكذا زين هذه النظريات العامل الواحد الثالث لا أن الوراثة والتربية تغالبان يصير بينهم مغالبة حسب تأثيرات الإنسان وحياته أما بالنسبة للإسلام لا هناك فطرة هناك قابليات هناك وراثة هناك تربية خمس أشياء حين ما أقدر أنا أتكلم لأن هذا الموضوع بروحي يبيه لمجلس هذه الأمور هي اللي تصيغ شخصية الإنسان الآن النبي أسألكم سؤال حتى تفكرون لما الزهراء تجي تقول له هذان ابناك فورثهما فيقول أما الحسن فإن له هيبتي وسؤدد السؤدد يعني الشرف والرفعة وأما الحسين فإن له جرأتي وجودي هل هذه الأشياء المعنوية الأخلاق موجودة في صناديق حتى النبي يعطيها فاطمة سلام الله عليك شوف ما عنا قلت لك هذا الموضوع يعني هذا الحديث يروون أهل السنة بوفرة كثير لكن في إعجاز مو إراثة طبيعية شنو يعني واحد على فراش المرض لو كان واحد عادي غير النبي غير نبينا محمد صلوا عليه بأعلى أصواتكم عادي زين يصير مثلا واحد على فراش المرض يقول أنا فلان أعطيه كرمي شنو الكرم في صندوق يعطى بالنسبة إلى أهل البيت المقاييس تختلف أمير المؤمنين قبل هذا الحدث أو بعده جاء إلى النبي عند موته عند وفاته عند شهادته تقول الرواية فأدخل علي رأسه تحت الثوب ثوب النبي وناجاه رسول الله طويلا طويلا يعني ساعة أفرض ساعتين الرواية تقول طويلا تقول ساعة فأخرج علي رأسه من تحت الثوب وقال لقد علمني حبيبي رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب هذا النقل واضح إعجازي أو عادي إعجاز ليس طبيعي هذا ليس شيء طبيعي نفس الشيء في هذه الصفات اللي ورث النبي فيها الحسن والحسين بعدين هناك نقطة مهمة أيها الأحبة النبي قاعد يخلع عليهم خلع تكوينية تناسب مهامهم الإمام الحسن سلام الله عليه سؤدد هيبة وسؤدد ترى الإمام الحسن يعني كثيرا ظلم في سيرته وفي ذكره وفي حياته الإمام الحسن لما تقرأ روايات أهل البيت في وصفه تبكي من جمال وصف الإمام الحسن كان جميلا جدا ومن أشبه الناس بجده محمد صلى الله عليه وآله السؤدد الشرف الرفعة كان من هيبته وشرفه ورفعته وجماله ونوره كان عنده دهليز عند الدار إذا مرات يجلس عنده غرض مثلا عنده زاير يجلس بالدهريز كان الطريق ينقطع لأن الناس تجمهر فقط تشوف جمال الإمام الحسن سلام الله عليه من جماله وبهاءه وحسن سمته شكله جذاب هذه أدوات زين تعال إحنا الآن في رحاب الحسين عليه السلام المهمة اللي الحسين عليه السلام مقبل عليها تحتاج أمرين جرأة وجود الجود الكرم العطاء الكثير أما الجرأة يعني الأقدام الشجاعة زين أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها البطل الخالد السيف الرباني ناصر النبي صلى الله عليه وآله الحسين عاش فيها الأجواء وتجي الشجاعة وراثة نبوية النبي كان مقدام أيضا كان شجاع زين النبي شجاع حتى في إصراره حتى في الشجاع الأدبية قال لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما فعل كان عنده إصرار عنده قوة شخصية عنده جرأة عنده ثبات قدم الإمام الحسين لما طلع إلى أرض كربلة سمى أنه كان لا يكترث بالموت هذا بين قوسين أحد أضلاع موضوعنا ليلة غد زين الولي صار في نظرة عن الدنيا الأولياء مشغولين بالآخرة لهذا أن يضع للموت في حسبان شيء ما دام هو في طاعة الله ما في هذا في جدول الحسين عليه السلام أول لقاء بين الحسين وبين طلائع الجيش الأموي مثل هاليومين هاي أمس أول أمس لأن الإمام الحسين وصل إلى كربلاء في اليوم الثاني من المحرم قبل لا يوصل إلى كربلاء وصل إلى منطقة اسمها شراف فشافه أصحاب من بعيد سواد فكبر أحدهم قال الحسين لما كبرت قال أرى رؤوس النخل أرى رؤوس النخل من بعيد قال الحسين قال هذه رؤوس الحراب رؤوس الحراب لما إجى الحر ابن يزيد الرياحي وتحت إمرته الفارس شنو مهمة الحر حتى يطوق الحسين ويأخذ عنوة إلى عبيد الله بن زياد يبايع فالحسين قال هذا جبل ذو حسام نخلي هذا الجبل وراء ظهورنا نحتمي به ونستقبل القوم لأننا ما نعرف نيتهم حتى نستقبلهم بوجوهنا نزلوا حر العراق وهذولا فرسان ماشيين فترة ما عندهم مو مزودين فلما وصلوا الشيخ المفيد في الإرشاد يقول من شدة الحر لما نزلوا صاروا يستظلون بدوابهم ينزل تحت بطن الفرس يستظل من الشمس وشافهم الحسين عطاشة أبو السجادة أبو الرحمة هذولا نفسهم اللي منعوا سكينة ومنعوا رقية ومنعوا الرباب ومنعوا عبد الله الرضيع وهو يعلم وقال كلمة المعروفة اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفة بعضهم كان ما يعرف يستخدم القربة مزين فالحسين قال لأحنث السقاء هذولا عراقيين لهجتهم غير الحجاز مزين احنث السقاء ما عرف الحسين شنو يقول له فالحسين تكلم بلهجته قال أنخ الراوية مزين هل تشوفوا هذا البيتين الشعر يجيسون قلبك وقلبي قلبك وقلبي يقول له أبا عبد الله سقيت عداك الماء سقيت عداك الماء منك تكرم بأرض فلاة حيث لا يوجد الماء سقيت عداك الماء منك تكرم بأرض فلاة حيث لا يوجد الماء فكيف إذا تلقى محبيك في غد عطاشا من الأجداث في لهفة جاءوا سقاهم ما أطول عليك الشاهد هو شجاعة الحسين جرأة الحسين بعدين صار وقت الصلاة أذن مؤذن الحسين وأذن مؤذن الحر ووقف الحسين عليه السلام ليصلي والحر أيضا وقف بأصحابه حتى يصلي إلى الآن ما صار كلام بينهم ثم ناد الحسين قال يا حر أصلي بأصحابي وتصلي بأصحابك يعني أنا إمام مفترض الطاعة حسين مني ما تصلي وراي إذا أنا أصلي ما تصلي وراي قال الحر بل تصلي ونصلي بصلاتك يا أبا عبد الله يجي صلى خلف الحسين عليه السلام الحسين بعد الصلاة قام قال يا أهل الكوفة إني ما أتيتكم إلا وقد وردت إلي كتبكم قال الحر ما علمت أنا هذه الكتب التي تتحدث عنها ما عندي خبر عنها فالحسين أشار إلى عقبة بن سمعان أن يأتي بخرجين مملوئين من كتب أهل العراق نثرها بين يديه قال ولكني لست ممن كتب إليك تفرق الجم على هذا هذا راح جهته الحسين راح جهته ثم أن الحسين عليه السلام لاحظ الحر عند كلام معه قال يا أبا عبد الله قبل لا يقع أي مشكل أي شيء ترى أنا أنقلك المضمون يعني المضمون كل كلام يعني مؤثر قال يا أبا عبد الله أنا أدري أن ما في أحد يدخل الجنة إلا بشفاعة جدك وأنا عندي مهمة أنه إذا أقبض عليك ما أخليك قال له الحسين الموت أقرب إليك من ذلك إن الدعية بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة قال له الحر لا أدعك قال لا أتبعك قال لا أدعك قال لا أتبعك قال لا أدعك ثلاث مرات قال الحسين لا أدعك هنا الحر ما كان يبي يواجه الحسين به الحقيقة المرة قال يا أبا عبد الله إلى أين ماضي وين رايح أنت ابتسم الحسين أنا ما شفت بالروايات يعني في الطريق يبتسم إلا أكون قل أن ابتسم تحت سيف الشمر ابن ذا الجوشة له غاية نتحدث عنها بس ابتسم قال له يا حر أنت تقصد أنني سوف أقتل يعني هذا اللي خايف منه أني أنا راح أقتل قال بلى يا أبا عبد الله لئن خرجت لتقتلن قال أبي الموت تخوفني سأنضي وما بالموت عارا على الفتاة إذا ما نوا حقا وجاهد مسلما وواسى رجالا صالحين بنفسه وفارق مثبورا وفارق مجرما فإن عشت لم أندم وإن مدت لم ألم كفى بك كفى بك ذلا أن تعيش فترغم أنه ما في طريق مع الحسين عليه إلى آخر القصة كان ثابت القدم هذا بالنسبة إلى شنو إلى الشجاعة حتى الشجاعة الأدبية الحسين يوم عاش وراء خطب سبع خطب يقولون لم يرى أخطب من الحسين ولا أفصح منه لسانا يقول وضع الشجاعة على البراعة فالصليل على الدليل هم قتال وشجاعة وهم جرأة أدبية عند الحسين عليه السلام حتى قال ابن سعد أنا ما بي أقرى لك مقتل بس قعد أدلل قال ابن سعد أتدرون من تقاتلون هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب لو برز إليه أهل الأرض رجل رجل لأفناهم عن آخرهم افترقوا عليه أربعة فرق اللي يقول الراوي ما رأيت مكثورا قد قتل إخوته وأهله وعشيرته أربط جأشا من الحسين وإنه ليشد عليهم فينهزمون من بين يديه كالمعزى إذا شد فيها الأسد هذا وقد حال العطش بينه وبين السماء كالدخان وعنده مو فقط شجاعة زين جرأة النبي يقول جرأتي وجودي الكرم كان ودي أتكلم عن كرم الحسين بس أنا أتصارع ويا الوقت للأسد لكن يكفينا شيء إحنا من ندلل على كرم الإمام الحسين لأن الإنسان يعطي ينفق يجود من علمه من عقله من جاهه هذه الأمور التي يمتلكها الإنسان حتى إذا أنفق الإنسان نفسه في سبيل الله يبين كرم الحسين يقول والجود بالنفس أقصى غاية الجود يقول شيخ محسن أبو الحب يقول أنفقت نفسي في رضاك ولا أراني فاعلا شيئا وأنت ضميني هذا دمي فالتروى صادية الضبا منه وهذا للدماء وتيني أو للسيوف وتيني وبعزة قعساء خاطب نفسه يا نفس لا تهني لنصر الدين هذه رجالي في رضاك ذبائح كل شيء أعطى ما بين منحور وبين طعيني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني وعلي أن أسعى إليك مقنطرا شنو يا بيل حسين وعلي أن أسعى إليك مقنطرا فوق الثرى وعليك أن ترضيني يقول يا رب رضيني ش تريد يا أبا عبد الله ورضاء غفران الذنوب لشيعة وعدتها الحسنى وأنت ضميني أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين هذه مدرسة الجود مدرسة العطاء وإذا من هذه المدرسة يبزغ فجر أم البنين سلام الله عليك أم البنين اللي أعطت فلذات أكبادها أربعة وتجلس في البقيع وتبني قبور خمسة يقول لها يا أم البنين أنت أولادك أربعة ليش تبنين قبور خمسة تقول هذول قبور الأربعة هذول أولادي أنا أبتي عليهم ولكن هذا القبر الخامس ابن الزهرة أبكي عليه إذ لا أمة له تبكي عليه وتعود تظل أمك تحسب أيام وتعود تحارب عينها للنوم وتعود أنجدك أنجدك هم ترد يحسي وتعود لدارك لو تظل دارك خلية تقول أنا بدر الوفاء أنا بدر الوفاء أولاد أولاد رضعتهم وين شلون رضعتهم تقول من قلبي من قلبي وعلى الزهرة بعتهم قالوا لي قالوا لي أولاد رضعتهم وين ذبحوا وأربعتهم قلت بالموت يا لي تتبعتهم يكفيهم 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 فخر زين أبنعتهم تقول تقول حق الوالدة حق الوالدة حق الوالدة على الولد ما ينقص وما وفى ولد لما بجميع الناس وانت وفيتني وكفيت يا عباس وتظل جفوفك بكل العمر تنباس ونوماسك يا روح ما علي نوماس التفت زين العابدين عليه السلام إلى بشر بن حذلم قال يا بشر ادخل إلى المدينة وانعى أبي الحسين ولو ببيتين من الشعر فلقد كان أبوك شاعر دخل بشر بن حذلم وهو ينادي يا أهل يثريب لا مقام لكم بها يقول لا الخبر عند قبر رسول الله خرجت المدينة من أقصاها إلى أقصاها إلى من أن مر على حلة بني هاشم يعني الشارع اللي فيه أهل البيت طلعت له أمرأة نادي قال لي زلزلت بالصحة أركان البلد أرد نجدك عن أهلها البيت ظل منهم أحد قال قال لا شباب لا رضيع لا ولد بينما هو كذلك إذ شقت الصفوف أمرأة على يدها طفل صغير وهي تقول أيها الناعي أحرقت قلبي أشعلت نيراني لمن تنعى من الذي قد قتل قال للجمع من هذه التي أحرقت قلبي قالوا لما عرفت هذه أم البنين هذه حليلة أمير البابنين قال هذه أم البنين عظم الله لك الأجر فلقد قتل عبد الله قالت ما سألتك إلا عن الحسين قال قال عظم الله لك الأجر فلقد قتل عُثمان قالت ما سألتك إلا عن الحسين التفت إليها هذه توجع 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 قال لها عظم الله لك الأجر فقد قتل أبو الفضل العباس انهدل كتفها سقط الطفل من علامة نها قالت يا هذا ما سألتك إلا عن الحسين قال يا أهل يذريب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلا صيح صيح واه حسين الجسم منه بكربلا مضر رجل والرأس منه على القناة يدار يلا إحنا الآن ويا بشر خنزف الخبر على خبر الشهادة يوم البنين الأربعة يوم البنين الأربعة ما حد فنهم دمهم غسلهم والتراب جوب صايرت شفنهم ومن الصبوح زينب مشيت للشام عنه مرت يا ويل على الهزيل وهم مطاعين صحت أولادي 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 وكل من بالعالم يروح ياريت عقب حسين ما تبقى لنا روح يا بشر يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح ما شوف بالدنيا عواض عندي عن حسين آه وين راحت أم البنين لما سمعت هذه الأخبار راحت إلى دار الحسين دار الحسين زينب سلام الله عليها كانت عقدة المأتم أوقفت جارية على الباب قالت لا تدخل علينا إلا مفجوعة مثلنا لا تدخل علينا لما جاءت أم البنين طرقت الباب من الطارق صحت صوت آية فقد الأحبة والله شموحشت يا دور الأطياب هناك سمعن الصرخة ورى الباب أنا معباس أنا معباس جيتش لا تفتري صحت صوت بلت لقنها ويا يقوم من ساعدنها هاي أم البنين لراح منها صناديد أربعة وبالحرب نفلين زينب أول ما سقطت عينها طاحت عينها بعين أم البنين من الذكرت انت قل لي الذكرت كفيلة صحت بصوت واه عباسا زيناء أسألك أسألك أم البنين من شافت عين زينب منه شافت صحت بصوت واحنوية هوا حسيناء قالت أنشديت أنشديت على راعي المحنة راعي المحنة أبو فاضي لش سوى الخوات من خنة أدري غيور أدري غيور به ظنة وادري اهضر بالسيف فنة يا زينب وإن كان وإن كان مو راضين عنا وإن كان مو راضين عنا لروح الكربل وعاتبن مو بس عاتبة لروح الكربل لعاتبن وحرم حليبي لرضع منه قالت لا لا يا أم البنين هذا أبو فاضي ما طاح يوم عاشهراء إلا وقد ملأ بيوت أهل الكوف وبين ناعن وناعية قالت الحمد لله الحمد لله على نصيبي وحلال عليك يا ولدي حليبي والله لو أدري بحليبي هل وفشان بعد ربيت لك يا حسين أخوات تقول لا تدعوني ويكي أم البنين تذكريني بليوث العري كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بني يا لي هذه أبياتها أبياتها يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيعا اليدي يقولون يا ابني باللوا شقة لصفوف هذه أبيات الدعاء أخذ حاشتك الليلة أم البنين ها يقولون يا ابني باللوا شقة لصفوف ودارت عليك القوم يا ابني بزان وسيوف وقعد فوق المشرعة مقطوع لتشفوف مفضوخ راسك والدمية من ازنودك تسيل شوف شوف شنو تفتخر هالموقف الخالد ها يقولون راسك يوم حط بحجرة حسين يقولون راسك يوم حط بحجرة حسين للقاع رديت يا عقلي وياضي العين والله يا عقلي لو مثلك ينذبح سبعين ولي شنو ولا كان صدر ابن البتو لترضه الخيل لا تدعو أني ويكي أم البنين تذكريني بليوث العرين يا الله اشتركوا في القناة Datا تنو